سالب خمسة تبقى خمسة وهنا المعكوس الجامع للخمسة اللي هو سالب خمسة تبقى الخمسة أكبر من سالب خمسة الوسيط للقيم هرتب القيم الأول واخد القيمة اللي في النص ولو كان فيه كمتين في النص بجمعهم وبأسم على اثنين يبقى انت هترتب تاخد الواحد وبعدين التلاتة وبعدين الاربعة الخمسة التسعة تلاحز ان الاربعة في النص ده بنسمها ايه الوسيط هو عايز الوسيط وسيط بأربعة سؤال رقم تلاتة قيمة x في المعادلة x على 3 بسوا 9 تبقى الـ x قيمتها بمن 7 لأن 3 مع 9 بمن 7 يبقى 27 على 3 بسوا 9 سؤال رقم أربعة ستة في ثلاثة زائد واحد أكتب ستة فيه ثلاثة واحد بمن 4 يبمن 4 بمن 6 بمن 4 السؤال رقم خامسة السابت في المجدار الجابري اللي هو مين؟ 3 السعر رقم 6 المضاعف المشترك الأصغر للستة والخمسة اللي هو 30 حصل ضربهم لأن العامل المشترك الأعلى من الستة والخمسة بواحد الستة والخمسة من فشت أسمه على واحد فبالتالي المضاعف المشترك الأصغر اللي حصل ضربهم اللي هو 30 السؤال اللي بعده خارج قسمة بيها 25 على العدد 25 يعطيني خمسة لأن خمسة في 25 بمية 25 السؤال اللي بعده ثانيا أكبر الأعداد الأئتية أكبر عدد هنا اللي هو مين؟ اللي هو الصفر العامل المشترك الأعلى للستة والاربعتاشر الأكبر عدد اللي يلفعت أسم عليه هم دول العددين اللي هو الاتنين لأن الاربعتاشر بتساوي اتنين في سبعة والست عبارة عن اتنين في ثلاثة فالعامل المشترك الأعلى بينهم اللي هو اتنين السؤال اللي بعده المنوال للخمسة والاتنين وتلاتة هو الخمسة أكتر رقم بالقرر هو الخمسة السؤال رقم 11 المتغير المستقل هو ام أما الاس ده متغير تابع لأن الام قامتها كل ما تتغير الاس بتيجي ايه؟ نتج النهية بناء على ام يتحدد على حسب ام السؤال رقم 12 المقدار الجابري الذي يعبر عن عدد مضاف إليه خمسة ثم ضرب الناتج في ثلاثة عدد هنفرض نوع اكس مضاف إليه خمسة زودنا عليه خمسة وبعد نقف للقص ثم ضرب الناتج في ايه في ثلاثة ممكن نكتبها كده أو أنه نقول اكس زائد خمسة وبعدين نعمل فيه ثلاثة هي تبقى بالأفضل صورة دي تمام؟ تبقى ثلاثة في اكس زائد خمسة ده سؤال 12 سؤال 13 المدى لمجموعة من القيم هجيب أكبر قيمة أصغر قيمة أكبر قيمة ليها سبعة وأصغر قيمة ليها اتنين بقى المدى بخمسة سؤال الرقم 14 17 ناقص ثلاثة في اتنين أسيتين هكتب 17 ناقص ثلاثة يبقى 17 ناقص ثلاثة في اتنين أسيتين ليها باربعة يبقى 17 ناقص 12 تعطيني بخمسة السؤال اللي بقعده رقم 15 الحدود المتشابهة هاخد أربعة اكس وثلاثة اكس اسمها حدود متشابهة السؤال اللي بقعده 16 المعاملات في المقدار الجابري اللي هي الخمسة والثلاثة دول معاملات يبقى هكتب خمسة وتلاتة يعني ايه معاملات اللي هي العوامل العددية تمام؟ لكن الاكس والواي دي اسم عوامل رمزية المعاملات اللي هي العوامل العددية اللي هي الخمسة والثلاثة السؤال السبعتاشر الوسط الحساب بالقيم بجمع القيم مؤسمها على عددها عند اربعة زائد خمسة زائد تمانية زائد تلاتة على عددهم اللي هو الاربعة. اربعة وخمسة تسعة تسعة وتمانية سبعتاشر سبعتاشر وتلاتة بعشرين يبقى عشرين على الاربعة فيها ايه? فيها الخمسة. سؤال 18 اي مما يأتي يمثل بيانات عددية اللي هو الطول. الطول يا ولاد من البيانات العددية لان ما تتجاوب على الطول بتجيب ارقام. ارقام لكن العنوان بيانات وصفية بتوصف. سؤال تسعة تاشر. لتمثيل عدد كبير جدا من البيانات بنستخدم المدرج التكراري. نقدر نحن نعمل جدول فيه فترات وفيه التكرارات ونرسم مدرج تكراري طبعا بتكون اعمدة ملتصقة ببعضها. هنا فترات. هنا محور الافقي. المجموعات الافقي وهنا التكرار في الرأسي. طيب السؤال العشرين. عدد حدود المقدار الجابري خمسة اكس زائد اربعة واي زائد اتنين زائد زائد ثلاثة عندي واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة حدود جبرية. سؤال واحد وعشرين. المتبينة التي تمثل عدد اكبر من الخمسة تقوله اكس اكبر من الخمسة. سؤال اتنين وعشرين. قيمة المقدار الجابري اتنين اكس تربيع زائد اربعة. عندما تكون اكس بتساو واحد. انا عوض عن اكس بواحد. يبقى اتنين في واحد تربيع زائد اربعة. اتنين في واحد تربيع واحد تربيع بواحد. واحد في اتنين باتنين. اتنين واربعة تعطيك ستة. السؤال اللي بعد رقم تلاتة وعشرين. مسل اعداد الاتية على خط الاعداد ثم تبقى تنازلي. هنمسل على خط الاعداد. هبدأ من الصغير عندي سالب ثلاثة لحد ما وصل للخمسة. هنا سالب ثلاثة سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين ثلاثة اربعة. وكمل معا كده ايه? للخمسة. تمام? كده خط الاعداد. عايز بقى ان انا مسل الاعداد الموجودة عندي الصفر. هنمسله. وعندي العدد خمسة. وعندي العدد سالب ثلاثة. والعدد سالب اتنين. والعدد ايه واحد. تمام? عايزين نرتبها تنازلي. هعمل السهم كده واجه من الشمال. اقول سالب ثلاثة. سالب اتنين صفر واحد. وبعدين الخمسة. كده انت ايه? رتبتهم ترتيب تنازلي. السؤال اللي بعده اوجد الوسط الحسابي والوسيط والمدى لمجموعة من القيم. عندي اربعة وستة وسبعة وتبانية وخمسة. اول خطوة هجيب الوسط الحسابي هجمع القيم مقسمها على عددها. يبقى ده السؤال رقم اربعة وعشرين. ماشي. مركزين يا ولاد. عشان اجيب الوسط الحسابي. هجمع القيم اللي هي اربعة. وستة. وسبعة. وتمانية وخمسة. العددهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة واربعة تسعة تسعة وستة خمستاشر. خمستاشر وخمستاشر يبقى تلاتين. على الخمسة هيعطيني ستة. ده الوسط الحسابي. طب لو حبيت اجيب الوسيط. عشان اجيب الوسيط يا ولاد لازم ارتب الاول. ارتب القيم اللي عندي. عندي اربعة. وعندي خمسة. وعندي ستة وسبعة وتمانية. هاخد اللي في النص. اللي هو الستة. يبقى الوسيط. بستة. طب لو عايز اجيب المدى. اجيب اكبر قيمة. اصغر قيمة. اصغر قيمة. اكبر قيمة اللي هي تمانية. واصغر قيمة اللي هي باربعة. واترحهم من بعد. السؤال خمسة وعشرين. مدرسة بها سبعمائة تمانية وستين تلميزا. تم توزيعهم بتساوي على اربعة وعشرين فصلا. اوجد عدد تناميز في كل فصل. عشان اجيب عدد تناميز كل فصل. هعمل عملية اسمة. هقسم العددين على بعض يا ولاد. عشان اجيب عدد تناميز كل فصل. يبقى سؤال خمسة وعشرين. هعمل عملية اسمة مطولة. اخد العدد السبعمية. تمانية وستين. اقسمه. على ربعة وعشرين. سبعة ما تنفعش. ستة وسبعين هيقسمها على الربعة وعشرين بخิل رقم مع رقم. والسبعة للأتنين فيها التلاتة القريبة يعني. يبقى هنا هاخد اه العدد ل Changing في اربعة باتناشر. تنين عائل واحد. ستة واحد سبعة. سيت讀 والتنين وسبعين قريبة. ا intra. وكون سهبين. واطرح كثيرة. وانزل. تمانية واربعين على الاتنين على الاتنين على الالتين والعشرين فهم اتنين في الـ ٢٤ بلاية عاربعين.え副 الكاتب التمانية واربعين ههم هيكون عدد التلاميس في كل فصل. الاجابة 32 تلميزان. نسميك ا اولاد اجابتي 32 تلميزى. السؤال الاخورين ستة وعشرين ازا كان سمن قلم واحد ستة جنيهات فاكمل الجدول الاتي ثم مسل بيانيا طيب انت عندك تمن الالم الواحد كمي ستة جنيه خلص تقدر ان انت تكمل الجدول الاكس تعبر عن عدد الاقلام اللي هنشتريها والواي المبلغ الكلي المدفوع يعني انت عندك هنا اكس واحد الواي بقى بستة لما اشترينا قلم دفعنا ستة جنيه طيب لما نشتري قلمين ندفع اتناشر لما نشتري تلاتة ندفع تمنتاشر لما نشتري اربعة اذا اربعة في ستة باربعة وعشرين ادفع اربعة وعشرين شايفين كده اولاد هنا اتناشر وهنا تمنتاشر يعني ما تشتري قلمين تدفع كام اتناشر ما تشتري تلاتة تدفع تمانتاشر خلاص طيب عايز تعمل بياني طبعا في ازوج مرتبة معايا هتساعدني الزوج الاول واحد وستة الزوج والتاني هيبقى اتنين واتناشر الزوج اللي بعده اللي هو تلاتة وطمنتاشر والزوج الاخير اربعة واربعة وعشرين طب هممثلها بياني ازاي الاكس بتكون على الافقي والواي بتكون على الرأس اعمل خط اعدادهم افقي واخد بالي الاكس واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة هنا اعلى قيمة كانت باربعة وعشرين يعني ممكن انا اجيب مضعفات مثلا عدد اتنين او صفر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر وهكذا لحد ما وصل للعرض اربعة وعشرين الواحد صرته بستة الاتنين صرتها باثناشر تلاتة تمنتاشر تكمل بقى الخط بتاعك لحد ما توصل للنقة بتاعتك وتقفل ايه الشكل تمام؟ اشتركوا في القناة